السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة يا رب النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض حاجة حلوة وسهلة وسريعة هنعمل النهاردة البسبوسة على عين البتوجاز ودعا للفرن ودعا للنشفان البسبوسة جوه الفرن والكلام ده كله هنعملها النهاردة على عين البتوجاز بالشكل الجميل ده هتطلع معاك يطرية وشربة شربات وطعمها لذيذ وكمان هنحشيها بالكريمة حاجة كده بجد ولا اروع من كده يلا بينا نصلى على النبي عليه افضل الصلاة والسلام ونبدأ كده مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف اول حاجة هنعملها ايه اول حاجة هعملها الكريمة حطيت كباية لبن عليها معلقة نشا ودوبتهم كويس جدا كده بالشكل ده وبعد كده حطيتها على نار وسط وفضلت اقلب فيها بالشكل الجميل ده لغاية ما بقت كريمي معانا رحت جاي حط على كيز فليليا بعد كده بها سيبها على جنب بقى تبرد بقى كده خلاص الكريمة جاهزة معانا تعالوا بقى نشوف الخطوة اللي بعد كده هنا بقى نعم مع بعض الخلطة الايه السيلة بتاعتنا نحطها على البسبوسة جبت الطاصة حطيت فيها كباية لبن ومعانا نص كباية زبدة على زيت ممكن تستبدليها بسامنة بس ممكن تستبدليها بزبدة بس ممكن تستبدليها بزيت بس اللي انت حابيه انا حطيت مكسي كده بين الزيت والزبدة نص كباية هنا بقى معانا نص كباية السكر دي نص كباية ماشي بس هي المعيار الكباية معايا ربع كباية فانا عملتها على مرتين هي معانا نص كباية السكر هقلبهم بقى كويس جدا كده على نار هدية تماما لغاية لما تسيح معانا وتسخن زي دمعة العين مش اكتر من كده واسخنة زي دمعة العين بالظبط تخلي بالك من النقطة دي متخليهاش تسخن اكتر من كده لو سخنت منك سيبيها تبرد على جنب وتعالوا نعمل بقى ايه الخطوة اللي بعد كده جبت بقى بولا كده زم انت شايفة حاطت فيها كبايتين صميت ناعم ده صميت البسبوسة موجود عند العطار السايب حاطت منه كبايتين وبعد كده هاضيف عليها معلقة صغيرة بيكين بودر تمام كده وكمان هاضيف عليها رشة ملح صغيرة جدا اهي وهاقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعضه تمام وبعد كده بقى هجيب بضاية واجيب بقى الخليط السيل بتاعنا اللي اقلتلك عليه لو سخن منك زي ما قلتلك سيبيه يبرد عشان البيضة ما تستويش معاكي اثناء وانت بتدربي كده ايه الخليط كله على بعضه لازم الخليط بتاعنا يكون دافي زي دمعة العين ما يبقاش اكتر من كده حاطيت بقى كل الخليط على بعضه كده وقلبتهم كويس جدا كده بالشكل ده تمام اهو ما فيش ايه تكتلات ما فيش ايه حاجة والخليط بتاعنا كده بقى جاهز خلاص جبت الطاصة وده انتهى زبدة ممكن تدينها سمنة مش شرط زبدة يعني كده وبعد كده بقى رشت عليها دي بسبوسة عشان خاطر لما جا حطت العجينة بتاعت البسبوسة ما تلزقش في اعرف ايه الطاصة وبعد كده بقى جبت الكبشة وبدأت بقى حطيت كبشتين بس من العجينة البسبوسة بتاعتنا وفريدها كده في الطاصة وهنا بقى جبت الكريمة بتاعتنا وحبت ايه حطها بالشكل ده بص الكريمة سايلة ازاي يعني مش سايلة اوي يعني انت ما بتيجت سويها على النار ما تخليهاش تجمد معاك اوي لأ ابقى سيبيها كده بوسط عشان طبعا لما بتوعب بتجمد تاني وتعرف تفريديها على الوش هفريدها كده في النص كده زي ما انت شايفها ابعد عن الحرف خالص في النص بس وبعد كيه جبت نفس الكبشة وحطيت برضه هوت هحط كبشتين كده وزحهم على الوش ممكن تعملي الخطوة دي في الفصنية عادي خالص مش لازم توصة يعني بس يعني افضل تكون حاجة فال حاجة فال او صراميك او كده تمام انا عملت واحدة تانية في الالمونيا هوريها لكم برضه بص بقى هوا هفريدها كده براحة اغطي بس الوش كده وسويها بعد كده بقى جينا على عين البتوجاز شغلت النار زي ما انت شايفة كده وبعد كده هديتها خالص يعني بص هادية جيدة انا هو زي ما انت شايفة تمام متخلقاش عالية عشان خاطر ما تتحرقش منك البسبوسة هديتها خالص وبعد كده بقى حطيت صنية لو عندك الشياطة احطيها ما عندك الشياطة حط صنية زي كده وبعد كده بقى حطيت البسبوسة وستها بقى على النار لمدة بقى ربع الساعة بقيت كل شوية ابص عليها وضيارها كده شوية وضيارها كده شوية يعني تبعيها هنا بقى قلت اعمل الشرباط كده شبقى جاهز معانا على طول حطيت كباية ونص من المية عليها كباية السكر واحدة بس عشان الشرباط بتاعنا بيبقى خفيف مش تقيل واسيبه يغلى على النار واو لما يغلى حط عليه نص لامونة وبعد ما طف عليه هحط له الفليلية ماشي كده 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 بالنسبة للشرباط هنا بقى البسبوسة نشوفها مع بعض بقى بصوا ما شاء الله عليها الجناب حمارة تهيت زي ما انت شايفها والوش بتاعها نشف معانا بس مش نشف للدرجة برضو طري وهي اصلا طرية جدا فبص زي ما انت شايفها كده انا جيت طبعا ايه يعني دو بس فيك الحرف كده شخواتي لما اقلبها تتقلب معايا ومش تبوز والكلام ده كله اللي انا عملتها بقى في الصينية الالمونيا في الطاصة الالمونيا كانت هتبوز مني هوريها لك برضا بعد الفيديو كيف اخره هوريها لك بصي قلبتها بصي بها شكلها شكلها تحفة 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 بجد جميل جدا جدا انا انبهرت بجد يعني شكلها لازيز جدا الطاصة مطلعاها طحفة بجد بعد كده بقى راح جاية حتى بقى ايه معلقة الزبدة تاني في الطاصة بس قبل ما تحط معلقة الزبدة نضاف الاول الطاصة كويس جدا بقاش فيها اي حاجة متحروقة ولا كده وبعد كده بقى حط الزبدة وحط باره تاني دي البسبوسة تمام بصوا بقى لما جيت اقلبها على الغطة تاني عشان خاطر اعرف اقلبها في الطاصة الوش بتاعها عشان طري معي فلزق في الصينية فانت خلي بالك بالنقطة دي لما تيجي تقلبيها حاول وش حاجة على وش يضيق بسبوسة كده على الوش البسبوسة عشان لما تقلبها في حاجة تانية ما تلزقش فيها هنا بقى لابتها خلاص تاني بقى في الطاصة وهسيب برده لمدة ايه ربع ساعة وبرده كل شوية بص عليها واشوف هنا بقى طلعتها خلاص وبركوا بقى الوش اللي احنا بصراعه الوش مش عجبني خالص ما عارفش بوما لو طالع عامل كده ليه روحت جاية راجع تاني للوش الاولاني قلت ايه خينا مستورين الوش الاولاني طالع ميت فل وعشرة يعني فروحت جاية راجع له تاني وقلت ايه خلينا بقى كده زي ما احنا وبدأت بقى طعن الشرباط سخن معينا زي ما قلتلك الشرباط اه عمل معي كباية ونص من المجل اللي انت شايفه ده كباية ونص هبدأ بقى شربها بصي ماشاء الله بتشرب معي بكل سهولة ازاي اهو بكل سهولة بتشرب الشرباط وغطيتها بعد ما ساقتها كباية ونص من المجل اللي انت شايفه ده غطيتها وصلتها لمدة نص ساعة كده قلت ايه لما تهدكها شوية مع نفسيها وبعد كده بقى ايه ابدأ بقى طلحها ونقطحها مع بعض فاقى هقطحها كده على شكل مثلسات كده وجبت كان عندي شوية سوداني روحت جاي حطاهم كده في الجناب مش لازم يعني تزوئيها زي ما انا عملتها كده ممكن تسيبيها كده يعني شكلها لذيذ جدا هنا بقى حطيت كمان كريز في النص كده وهقطع بقى معاكم بقى ونطلع بقطعة كده ونشوف الكريمة اللي في النص طحفة وشكلها لذيذ وطرية وشربة شربات بجد يعني الطري حلوى قوي 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 ان شاء الله بجدها تجربوها وبص طريق ازاي وطعمها طحفة والسكر بتاعها خفيف جدا جدا عشانا مش مزودة السكر في اي حاجة يعني السكر بتاعنا مزبوط وخفيف مش حاجة مع السلة قوي لو انت بقى حابة تكون مع السلة او عن كده يبقى بدال ما انا حطيت كباية ونص مية على كباية السكر انت حطي بقى ايه كباية ونص سكر او كباية ونص مية ماشي ده بالنسبة للشربات يعني هنا بص نية التانية انا قلتلك عليها لانا كنتش حابة صورها بصت حروقت حروقت مني وكاتت تقلب مني من الجنب هو زي ما انت شايفها وانا بقلبها مشكلتها اللي اللي اتصل الامونيا لزقت فيها بس بس طلعها لزيزة جدا وطعمها طحفة ومستوية وكل حاجة كنتش اصورها والله العظيم بس قلت يلا ورها لكم وخلاص يا رب الطريقة بتاعتي يكون عجبتكم بالله عليكم ما تنسونوش باللايك عشان بيرفع الفيديو بالله عليكم وتدعوه دعوة حلوة كده في ظهر الغيب وجاذاكم الله كل خير وما تنسوش اللايك على الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا